عزيزي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي اليوم الموسم السادس على قناة الصحة والجمال حلقة النهاردة حلقة مميزة جداً هنتكلم فيها عن كل ما يخص مجال التشتبات وبأنواعه في البداية خليني أرحب بديف الكريم المهندس وليد سابت الأونر لشركة نيو لايف للتشتبات والديكور والمطابخ أهلاً وفهلاً سهلاً 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 يعني مثلاً حلقة ابتديت في مجال المطابخ بس وبعد كده توسعت في مجال الديكورات وبعد كده التشتبات وبعدين الأساس المنزلي يعني عايز أعرف الترتيب بتاع حضرتك كان ماشي إزاي الترتيب كنت فعلاً المطابخ بس الأول وبعد كده توسعت للأساس الداخلي وبعد كده للتشتبات لأن أنا في الأساس مهندس معماري تمام فعارف التشتبات من أولها لأخيرها طيب خليني أسألك برضو المميزات اللي موجودة في شركة نيو لايف إيه هي اللي موجود وفي نفس الوقت يكون متميزة بي يعني بصمتها في مجال التشتبات ومش موجود في الشركات الأخرى اللي مش موجود في الشركات الأخرى طبعاً لا هو موجود في الشركات بس أقلية يعني أقلية كولتي عندهم أقل يعني؟ لا اللي شغال في الكولات بتاع العالي فيه شركات برضو موجودة في مصر شغالة في الكولات العالية كولتي العالي اللي هو إيه المعايير؟ اللي هو أول حاجة المفروض عشان أنفذ مطبخ تمام في البداية برفع مقاسات بعمل ديزاين صحي العميل بعمل ديزاين صحي العميل هو بيجي بيتفرج عليه على الكمبيوتر عندي أو ببعته له واتس تمام وبعد كده بيبنقشني فيه ليه حطيت مثلا التلاجة هنا حطيت الغسالة هنا بتاع بيلاقي يعني بتعمل ديزاين الأول لشكل المكان قبل ما تبتدي التنفيذ له في العميل بالزبط أه بعد كده بييجي طبعا العميل بيبقى عارف الخامة اللي أنا شغال بها إيه أول حاجة العصب بتاع المطبخ تمام لازم يكون كونتر أو في ناس بيتسميه HBL ده بالنسبة للمودرن اللي هو المودرن اللي هو الخامات اللي هي الأكليريك أو البوليليك التوركي تمام العصب بتاعه لازم يبقى كونتر وكونتر من نوع جيد جدا وبعد كده بنبتدي نحط عليه الخامة التوركي الخامة التوركي بألوانها ليها ألوان كتير قوي برضه أوري العميل كل دي خامة توركي لأ خليني أفهم منك حاجة أي يعني ده بيكون العصب بتاع المطبخ بتاع المطبخ كله صحي كده؟ كل علبة على حدة تمام أنا عايز برضه وحداك بتشرح الخامات تقولي كل حاجة اللي هيربتاحها بيكون راكب فين بالزبط تمام يعني الشريحة بتاعتها بيكون تمام ده بيكون العصب الداخلي العصب الداخلي كل علبة كل علبة بتبقى على حدة بتتقفز كلها من الخشب ده من الكلفر ده تمام بالنسبة للخشب التاني اللي أنا شايفه الأحمر ده ده بولي لاك أو يوبي أو جولوسي ماكس مسميات كتير ما كانوا بيكون فين؟ التوركية والصين تمام بس أنا شغال بالتوركي طيب خليني أعرف منك برضه عشان بشمهندس حضرتك سؤالي في الأول كان واضح حتة اللي أنا عايز أعرف المعيير اللي حاجة بتستخدمها أو الماتيريال دي اللي بيفرق أنا عن الماتيريال الضعيفة أو الأقل على ذكر كلام حضرتك نوحة إيه يعني بمعنى حاك قلتلي إن ده توركي صحي كده؟ بالذب المعيير اللي أقل منه بتكون إيه؟ الصيني الصيني طيب الفرق ما بين الفلوس هل بيكون الفرق ده لصالح الشركة ولا العميل يعني لما يجي لك عميل مثلا عنده بودجت أساسية محددة عنده لمت مش عايز يطلع عنه وفي نفس الوقت عايز ياخد قلتي كويسة بتقدر تعمل معه إيه؟ لا ما بشتغلش لو هو فاصل في السعر أنا ما بشتغلش المطبخ ده لإني أنا عارف أضراره إيه يعني مثلا الكونتر ده لو أنا جبته كونتر وحش أنا عارف أضراره إيه يعني ما فيش ماتيريا لتقدر أني أنت توازن بها ما بين السعر وما بين الخامة بالضغط بس أنا بقدر اللي بقدر أعمله مع العميل إن أنا بقدره بسعر قليل عن السوق كمام إنما طبعا مش بالخسارة يعني يعني هو بيكون مكسب ضئيل بس قريب عن السوق طب خليني برضو أعرف منك فيه كتير جدا من الوحدات اللي بنشوفها دلوقتي في الكونباوندات بتبقى المساحات بتاعتها قليلة يعني إحنا بنتكلم في المساحات 65 متر و 55 متر فما فوق طبعا بالنسبة للمساحات الصغيرة بتقدر تتعامل معها إزاي؟ ما دي بتبقى محتاج ديزاينر محترف عشان يقدر يوظف يعني مثلا لو عندي فراغ مطبخ ولا حاجة والمفروض إن المطبخ ده سغير مثلا واحد وكسور متر في اتنين متر مثلا وعايز يحط فيه تلاجة وعايز يحط فيه بوتجاز يعني أنا برضو على الصفحة عندي عامل مطبخ وحطت فيه غسالة كمان تلاجة وبوتجاز وغسالة فبتبقى عايزة ديزاينر محترف بتقدر تعمل ده طيب فيه كلام كتير جدا كان فريل الأعداد قال لي عنه حتة الألوان إزاي بتقدر تستغل اختيار الألوان عشان تدي انطباع عن المساحة إنها أكبر اليماجينيشن ده زي بتوصله دايما الألوان الفتحة هي اللي بتدي وسع للمكان إنما الألوان الغمأة هي اللي بتدي دي للمكان تمام وطبعا أنا لما فيه حد بييجي مثلا يختار أي نوع من العينات دي كألوان هو بيختار بسيب له حرية الاختيار في الألوان لأن دي طبعا هي راجعة للعميل الألوان أنا شايف إن فيه عندك فرايتي وفيه تنوعه كبير جدا في شكله والديزاين والألوان طب خلينا أسألك سؤال لما يجي لك دلوقتي حد بيكون عايز الستايل المودر أو عايز الستايل الكلاسيك أنا فهمت منك إنك بتعمله ديزاين للشكل الإكسبيكتيشنز بتاعته أو التوقعات إزاي بتقدر تخليها على الأرض الواقع يعني طبيعي إن العميل بيكون عايز أحسن حاجة في كل حاجة وفي نفس الوقت اللي بيتم تنفيزه على الأرض الواقع مش حنقدر نقول إن هو بيكون سعيد بس ومش بيكون كويس قوي بس بيكون على الأقل أقرب ما يمكن لوجهة نظر العميل إزاي بتقدر توصل لده؟ هو أنا المفروض بعد ما بعمل البلانات المساكت الأفقية والوجهات المفروض إن أنا بعمله منظور سريدي ماكسي بيبقى قريب خالص من الواقع يعني نفس اللي حيشوفه في التصميم هو اللي حيستطيعه في الواقع؟ بالزبط عشان يبقى متخيل الأماكن والتوزيع بتاعتها واللون والإضاءة تمام طب شونس وليد لو أنا جيت لك وأنا ما عنديش تصميم في دماغي بمعنى إن أنا جيت مثلا حابب إن أنا أعمل تشتيب مثلا بشكل معين أو أساس منزلي بس ما عنديش تصميم في دماغي هل بيئه تقدر إنك تعرض لي شكل تصميم قبل كده سابقى جهزة استنباط وأنا أختار منها؟ بالزبط كتير من العملة بيكون مش متخيلين المطبخ بتاعهم أو الأوضة تتفرش إزاي؟ أنا المفروض بعرض لهم سور كتير وهما بيختاروا منها وأنا من سابق الخبرة بكون عارف مثلا إن ده هيجي فيه هنا ده هيجي هنا ده هيجي هنا طيب شونس وليد؟ مرافع المأسات عايز أعرف أنا دلوقتي لو ابتديت التعامل مع حضرتك لكل المشاهدين بيتفرجوا علينا وقت قدية حضرتك بتاخده بحيث إن إحنا نستلم على الأقل لو حنتكلم يعني كمثال بسيط لو إحنا بنكلم في مطبخ مثلا مساحته خمسين متر أو أوربعين متر التشريب بتاعه بياخد من حضرتك وقت قدية بص هو أنا أقول لحضرتك على حاجة رفع المأسات ما بياخد شوقت أول ما العميل بيتسل بي أنا هقابلك في المكان الفلاني بقابله وبرفع المأسات البروزيس كله على غاية التسليم الرسومات تاخد حوالي ثلاثة أيام الرسومات الصحة بالمنظور تاخد حوالي ثلاثة أيام لو هو هيشتغل مدر في الخامات الجهزة اللي هي دي حل المطبخ ممكن ياخد خمستاشر يوم بالكتير من عشر تيام لخمستاشر يوم ويتسلم أما لو هيشتغل خامات طبيعية أخشاب طبيعية يعني كلاسيك طبعاً الخشب الطبيعي بيبقى فيه خارط وكرنيش وأعمدة وكده هو ده بياخد من شهر لشهر ونص من شهر لشهر ونص من شهر لأخشاب الطبيعية من شهر اللي هو الكلاسيك إنما المدر من عشر تيام لخمستاشر يوم أكثر حال طب أنا شايف التصميم فيه استنباط حضرتك بتشتغل عليها حاجات على شكل حرف إيه وحاجات على شكل حرف إيه أنا أعايز أقول لك مع الاشار أرجع لنقطة التسليم دي أنا فيه عميل تسلمت المطبخ بتاعه في ثلاث تيام في ثلاث تيام؟ في ثلاث تيام كان راجع من السعودية وبعدين قال لي أنا طب بالأساس بيكون إيه ما أنا برضو عايز أفهم منك يعني إمتى مو إمتى تسلمني في ثلاث تيام وإمتى تسلمني في ثلاث شهور أو شهرين مهو دي بترجع للعميل دي بترجع للعميل للعميل؟ آه للعميل يعني مثلاً فيه واحد استلم بعد سنة بعد ما تعاقد وكل حاجة استلم بعد سنة إنما أنا كشركة بتطلع من 10 إلى 15 يوم تمام أنا عملت المطبخ ده وفي أربعة تيام يعني التميق بتاع حضرتك من 10 إلى 15 يوم بالزبط أه في المدر طيب أنا برضو فيه نقطتين عايز أسأل حضرتك فيهم فيه في شكل التصاميم أنا شفت حاجات على شكل حرف يو حاجات شكل حرف قلب وبتعمل دمجة كمان ما بين الستالس وما بين الألوان إزاي بتقدر تعمل الموضوع ده؟ هو الستالس طبعاً خامة جيدة وبعدين لما بيخش مع الأخشاب حتى دخل في الأبواب المودرنة دلوقتي في شكل الأكسيسوري بيدي شكل جميل وشكل حل وكمان دخل في التنجيد وتجليد الحوائط تجليد الحوائط؟ تجليد الحوائط بالتنجيد دخل فيه برضو الستالس تمام طيب خليني برضو أعرف أنا شايف يعني على الشاشة دلوقتي فيه تصميم معانا كتير جداً عايز حضرتك تشرح لي كل تصميم من دول يعني مثلاً الماتيريال دي نحة إيه؟ ده مطبخ بوليلاك ده معروض في المعرض عندي تمام والإدراج دي إدراج بمبو طبيعي والإدراج اللي جنبها على طول دي إدراج عريضة عرضها 60 تمام دي إدراج بلوم بلوم أصلي الدخل بيشيل فوق اللي 40 كيلو تمام الدرج ده بيشيل فوق اللي 40 كيلو والجرانيت اللي عليه ده جرانيت مستورد اسمه برادسيو برادسيو؟ والجرانيت ده حلو قوي في المطبخ هو وجالكسي الستار طب أنا خليدي برضو أعرف منك حاجة أنا لاحظت إن تلت تربع الماتيريال اللي حضرتك بتشتغل بيها بيكون مستوردة أي بالنسبة للإستيراد هل بيكون فيه أي معوقات معاك ولا بيكون عندك ستوك بحس إن العميل لو طالب حاجة خامة مش موجودة بتقدر تتعامل معها إزاي؟ لا هو أنا ما باستوردش أمال لا إمكانياتي ما تفستمعش الماتيريال حضرتك بتجيبها إزاي؟ من شركة بلوم الأصلي يعني شركة بتوزع لحضرتك بتوزع آه بتوزع للسوق كله وهي فتحة في أماكن كتير في المهندسين طيب خليني برضو أعرف من حضرتك أنا شفت فيه كمية مقابد موجودة بكذا شكل عايز أعرف المقابد دي إيه الفرق ما بين كل نوع والتاني وفي نفس الوقت الأفريدش بتاع السعر بيكون الدقيق هو المقابد ده على حسب اختيار العميل أنا بأعرف له مقابد كتير جدا ببعث له سور واتس وهو بيبتدي يزاوم على المقابد اللي هو عايزه وبشترهوله بالأطوال كل مقابد من ده لأطوال تمام؟ تمام؟ وفي مقابد كمان غير دي بتمشي مسترة بتمشي بالعرض كده هو بعرض الضلفة يعني لو حضرتك دخلت على الصفحة عندي هتلاقي في دولف معمول مقابد شريت شريت؟ شريت آه في منه السيلفر وفي منه اللي سود وممكن تعمل المطبخ كمان بقطاعات إزاز كمان قطاعات إزاز مستوردة مثلا دولف إزاز والدريسنجات دلوقتي برضو دخل فيها الدولف الإزاز بيبقى حلو قوي طيب خليني أعرف من حضرتك بشماندس الشركاء النجاح معاك في الموضوع ده عشان توصل بالصرحة بالشكل ده لشركة نيو لايف كانوا مين؟ بص الشركاتي من أصغر واحد الشركة لأكبر واحد في الشركة كلهم كانوا شركاتي يعني ما فيش مطبخ مثلا باخده من عميل تمام؟ بيكون مكسبه لوحدين لا ده الشيال اللي بيجيب لك الخامة دي من الشركة بيسترزق اللي بيوديها الورشة عندي بيسترزق يعني شركاء النجاح عند حضرتك كل اللي هم في المؤسسة بس في الأول والأخير هي زوجتي بصراحة يعني طيب أنا عرفت إن حضرتك فيه عرض حصري لبرنامج حكاوي اليوم ولكل المشاهدين بيتفرجوا علينا نتقدم من شركة نيو لايف كنت عايز أعرف العرض اللي حضرتك بيتقدمه إيه بالزد هو أنا بقدم بصراحة أمطار بأقل التكلفة عن السوق يعني ما فيهش ربح عالي كله بيبقى ربح بسيط تمام؟ تمام وكمان دمان دمان يعني أحيانا بدي فيه عميل بيقولي هتديني عشر ولا خمستاشر روحتك هتبتلك وده في دمان العمر كله شونس وليد أنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك تايش يا حبيب تايش أعزائي المشاهدين انتظروني الفقرة الجاية فقرة مميزة جدا هيكون معايا فيها المهندس محمد خطاب وهنتجلم في مجال البي بي سي اندستري مع إيكوهاوس